ترجمة نانسي قنقر من منطلق الأهداف البيئية التي تلتزم بها مملكة البحرين ودعماً للجهود العالمية الرامية إلى مواجهة التحديات المناخية حظي القطاع البيئي باهتمام خاص من جلالة الملك المعظم وبمتابعة حثيثة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للمبادرات والخطط الاستراتيجية التي تصب في مصلحة الحفاظ على البيئة واستدامة مواردها وكثمرة لهذا الاهتمام تأتي الحملة الوطنية للتشجير دمتي خضراء برعاية كريمة من قرينة عاهل البلاد المعظم لدعم القطاع الزراعي على وجه الخصوص وتوسعة الرقعة الخضراء بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المنشودة وتعزيز جودة الحياة صورة حضارية عكستها مشاركة المؤسسات الحكومية والخاصة في حملة دمتي خضراء فمنذ انطلاقتها في عام 2021 تضافرت الجهود الداعمة لزيادة الرقعة الخضراء في المحافظات الأربع لتتوج المرحلة الأولى بإنجاز 34 مشروعاً زراعياً شمل غرس 49 ألف شجرة وشجيرة وبطموح أكبر انطلقت المرحلة الثانية للحملة بأهداف ترنو إلى مضاعفة المشاريع الزراعية التي من شأنها الإسهم في تخفيف الأثار البيئية الناجمة عن تغيير المناخ وتقليل الانبعاثات الكربونية إضافة إلى دورها في تجميل وتضليل المساحات العامة والشوارع